السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة إنفوتيك فريو معاكم مروة سليمان وفيديو ديب إن شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا النهاردة جاية أتكلم عن إدخال الذكاء الاصطناعي في الإكسل واستخدامه عشان يساعدك أن تفهم الفورميلة عشان يساعدك كمان إن أنت تجينيريت أو تولد معادلات الموضوع ده يتم إزاي؟ الموضوع ده حيتم عن طريق الآد إن اللي هنضفها النهاردة مع بعض وهي AI-Aided Formula Editor نجيبها من إن؟ نجيبها من Insert أنت بتروح لإنسرت بالمنظر ده وبتبتدي إن أنت تروح للآد إن ومن الآد إن بتبتدي هنا في السرش تبتدي تكتب AI Edit Formula هنا هتظهر لك على ظهور أول واحدة هتبقى AI Edit Formula Editor بعد كده هتبتدي إن أنت تعمل لها Add أنا Already ضيفها عندي أو موجودة عندي فأ Already مش هضفها أول ما هتعمل لها Add هتبتدي يعني أنت عايز تضيف أول واحدة أو دي اللي اتنين بيشتغلوا بنفس الإمكانية سواء كانت الفورميلا Editor أو AI-Aided Formula Editor فأنا ممكن هنا عمل لها Add برضو نشوفها مع بعض I agree وعمل Continue اللي اتنين هيدوني نفس الموضوع وأول ما هتضفها وأ Already أنا ضيفها عندي هبصة لقي إنها Already بتنزلي في Tab لوحدها زي ما إحنا شايفين فدي الميزة فيها هتلاقيها موجودة عندك فوق في Tabs زي ما قلتلك بعد كده هبتدي إن أنا أشوفها بقى بتستخدم في إيه الفايدة من Add in V أو AI-Aided Formula Editor إن نفترض إن أنت مش على معرفة قوية بالفونكشنز مثلا وفيه فونكشنز كتير ما تعرفهاش وإنت عندك Excel sheet والExcel sheet أو حتى Work sheet في مجموعة من الشيت إنت مش قادر تعرف الفورمولة دي بتعمل إيه أنا طبعا مش بتكلم في الفورمولة مثلا بتاعت الصم أو الماكسموم أو المينيموم أو الأفريج أنا بتكلم في بعض المعادلات أو الفورمولات التقيلة شوية نفترض مثلا أنا هنا عندي sheet Excel لدخلة عليه وبعد كده أنا لما حقف على AI-Aided Formula Editor هتبتدي تفتحني في البام دي كده زي ما إحنا شايفين على أينين وهنا مثلا على سبيل المثال لو أنا وقفت فيه sheet زي ده أنا عايزة أعرف علي وحسن ومحمد التلاتة دول السيلزي دي بتاعت إيه فهبتدي مثلا أقف هنا على الرقم ده قيمة دي أول ما وقفت عليها طبعا إحنا عارفين إحنا لو وقفنا already function هتبانى عندك هنا مفيش أي حاجة جديدة الأداة عملت هالي لكن إيه الجديد بقى لو أنت some if مش عارف هي بتعمل إيه أو عايز تعرف هو استخدمها هنا ليه تقدر أنك أنت تجيب الexplanation بتاعتها وطبعا أول ما الأداة هتنزل عندك هنا لازم تروح تعمل sign in بGoogle account أو Microsoft account أنا عاملة sign in بMicrosoft account فدي حاجة برضو مهمة جدا أن أنت لازم تعمل sign in عشان تفعل دخول للadd in بعد كده أنا لو رحت هنا للconsole بالمنظر ده ورحت هنا على explanation اللي هي العلامة دي اللي عاملة زي التعليق كده أو comment أو دست عليها بالمنظر ده كده حيديني هنا explanation بتاعت some if حيديني شرحها هيكون عامل إزاي يقولي أن function دي بتعمل إيه فأنت تقدر تفهم من هنا function دي موجودة هنا بتعمل إيه أو some if دي اللي إنت مثلا سيما تعرفهاش أو أول مرة تتعرف عليها حيبتدي عرفك some if هنا بتعمل إيه مش عارف الإنجليش هنا لقيت في مشكلة أخدك كلام وترجمه على Google Translate بمنتهى البساطة أي يعني application ترجمة حيساعدك في الموضوع ده ما فيش أي مشكلة ديه ولكن الموضوع سهل لما هتيجي تقرأ ده بالنسبة لي إن هو يكسبلينيت الفانكشن بتاعتك خصوصا لما تخش على شيء Excel لمليان data وcells كتير فيها data كتير وإنت عايز تعرف هنا الفانكشن دي بتعمل إيه فانكشن جديدة عليك مش عارف فأنت تعرف الفانكشن دي بتعمل إيه زي ما إحنا شايفين في الإكسبلينيشن حاجة بقى تانية ودي بالنسبة لي مثلا شايفة إنها مهمة جدا الإي آي جينيريتور والإي آي جينيريتور هو عطيك example هنا بيقولك إنت تدسكرايب الفورميلة وهو يدهي لك بالإي آي بمعنى أنا مثلا عايزة أجي هنا ودي طبعا example بسيط خالص إن أنا عايزة أطلع maximum الرقم الأكبر في المبيعات اللي هو أكبر واحد حقق مبيعات أو أكبر رقم في المبيعات هو مين؟ مش حروح أقف حتة أنا حبتزي هنا أروح هنا describe the formula هقول له give me the maximum وعلى فكرة كفية تعمل max sales from وخدي لك إنت ممكن يكون عندك بقى 30 40 50 60 ألف يعني e sale فأنت بتدور فيها أنا حقول هنا from مثلا h to h for فأنا بقول له generate بقى function تديني الموضوع ده فأنا هنا هعمل submit سيبتدي إن هو بالAI يجهز لـ function يقول لي هي دي function فأنت هتأخدها كده copy تبتدي تحطها في الحتة اللي أنت عايزها control V سيديك الحاجة اللي أنت عايزها طبعا لك أنت تخيل طبعا أن أنت بتدور في مثلا في formula أنت ما تعرفهش خالص ده بالنسبة لي الـ AI generator وطبعا بتبان أهميتها في المعادلات التقيلة أوكي إن إنت مثلا عايز تقول له اديني مثلا لو فلان جاب كذا يبقى جيد فلان لو جاب كذا يبقى جيد جدا تبتدي تكتب له الكلام ده كله زي ما قلت لك مش عايز تكتب بالإنجليش اكتب بالعربي على google translate وحاول الإنجليش و describe formula في الحتة دي حيطلعها لك بالAI في language أنا ممكن هنا بمنطقة البساطة سأبصد كده في language اللي بيساورتها برضا عشان نبقى عارفين هنا هو بيساورت الانجليش ديس انفوز هنا بيقول له formula generation accepted في الانجليش والنانجليش يعني بيديني بالاتنين تعالوا كده نشوف أنا هشوف معاكم بصراحة أنا مجربتش بالعربي من قبل هقول له اعطني مجموعة القيم من من وتكتدي تكتب مثلا الخلية بتاعتك H مثلا H H 2 3 H 4 تعالوا نشوف احنا مش حقا نفسر حاجة حيدهالي حيديني الصن قدر يفهم بالعربي ان انا عايزة مجموعة القيم فبالتالي فهم بالعربي انا عايز ايه فاذا يعني ادي حاجة كويسة جدا هنا اه الموضوع كمان يعني بالعربي هو عنده قابلية ناتب بالعربي ويديني الخلية فدي حاجة ممتازة هل بقى في الجنريت الفورميلة زي تقيلة قوي ممكن هو يفهمني ولا لا ده مرضو انت ممكن تجربه معاك انا هنا بستعرض لك الاد ان وتقدر انك انت تجربها وهي free وهتعمل لها sign in بجوجل اكاونت او مايكروسوفت ويفضل مايكروسوفت وتبتدي ان انت تستخدمها سواء كنت عايز تكسبلين سيل فورميلة معينة او ان انت تجنريت فورميلة انت عايز تعمل لها جنريشن باستخدام الذكاء الاصطناعي ده بالنسبة لي استخدام الذكاء الاصطناعي داخل ال اكسل وان شاء الله هنحاول كل جديد نقدمه لكم خاص بالذكاء الاصطناعي داخل ال اكسل بناء على رغبة متابعينا على القناة ان شاء الله هحاول اقدم لكم الحاجات اللي تقابني وحسنها ممكن تفيد ان شاء الله بإذن الله شوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل شوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا